أنت تكون سادجاً جداً ومغفلاً الحقائق لها طريق آخر طريق المعرفة والعلم الأيدولوجيا لها طريق الغلب والكسب بكل الوسائل وأكثر بها خسيس فكارثة كبيرة داهية ما لها من وهي إذا تورط العالم الديني وأصبح يفرغ عن منطف السياسي مع ديباجة دينية مصيبة كبيرة عليه وعلى الدين وعلى من يصدقه والله العظيم السياسة ما هي الكل يعلم السياسة فن الوسالية روح السياسة هي البراجماتية صحيح؟ أبداً الميكافلية أيضاً مش بس الزرائعية براجماتية وحتى ميكافلية يمكن للساسة أن يتوصلوا بأخس الوسائل إلى أهدافهم وأغراضهم لا يعنيهم لا يعنيهم أن تكون الوسائل النظيفة وطاهرة أبداً أبداً لذلك يقول عامة السياسة نجاسة عبروا كما شئتم لكن هذه السياسة كانت وستظل على فكرة عبر التاريخ وخاصة في العصر الحديث بالذات من أيام ميكافللي أصبحت السياسة لا أخلاقية إلى حد بعيد جداً وبشكل مرعب ذكرت لكم مرة الطرفة عن وينستنش تيرشيل مرة على قبر رجل أحد الساسة يعني الحزاب يعني المعروفة ومكتوب على قبره هنا يرقد السياسي والرجل الشريف فلان فلاني قال عجيب كيف اجتمع مع بعضهم ما يعني؟ لماذا هذا المدفورين مع بعض لماذا قبر سورياً؟ وطبعاً يعني أنهما نعتان لمنعوت واحد لكن هو يقول هذان النعتان لا يأتلفان ولا يتجاوران مستحيل أن يكون سياسياً ورجلاً شريفاً قال غريب هذه والتشرشر مش أيها واحد يعني قال لك ما فيه أن تكون سياسياً معناها أن تركب الصعب والذلول لأن السياسة في نهاية المطاف فن أن تكسب لا أن تخسر فن الممكن فن التوازنات فن أن تصل إلى غرضك بأقل المغارم وأعظم المغانم هذه السياسة وهذه السياسة الناجحة وبالله عليكم سألتكم بالله هل تعجبون أو يثوروا منكم نكير أو نكر على سياسة يتقلب كل يوم وليلة مرات ومرات كالأغوال الأغوال هي تتغول تتقلب السياسة كالأغوال تتقلب لكن يفعل ذلك لكي يخدم أمته مشروعه استقرار بلده يدرع عنها التهديدات يدرع عنها المشاكل يدرع عنها الجوع العطش البرد تعجبون وتنكرون أم تؤيدون وتعجبون من ساعة حيلته واتساع دائرته الثانية أنا أعلم أنها الثانية لا بأس هذه السياسة لكن كرة أخرى أسألكم بالله تبارك وتعالى لو فعلها عالم دين وتلون في اليوم والليلة مرة أو مرتين حتى من السنة إلى السنة وتلون وتعلمون أنه يفرغ عن ماذا؟ عن منطق سياسي يلفعه بماذا؟ بديباجة دينية يفهم الناس أن هذا هو الدين يا مولانا هذا الدين طيب قبل سنة كان هناك دين آخر ما الذي يحصل؟ هذا الدين وذاك دين هذا شرع وهذا شرع تنكرون أم لا تنكرون؟ تنكر الناس أشد النكير يسخرون ويغضبون ويزدرون بمن يفعل هذا ولا يعجبهم هذا منه لماذا؟ لأن الدين ينتمي إلى دائرة المقدس المقدس من أخص خصائصه الثبات أليس كذلك؟ الثبات فينو من الثبات يبقى لفترات طويلة جدا الدين هو منبع القيم الأصيلة التي ينبغي أن تبقى محفوظة مصونة لا يعبث بها لا يلعب بها للأسف الشديد تسمع الآن من يبرر يقول لك لا 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 وطبعا واثق بعضهم واثق جدا بالحكس طبيعا يأتي الشيخ والعالم الدين يمدح اليوم نظاما معينا زعيما معينا دولة معينة يمدحها ويتصور مع القائد بكل تواضع ويفتخر ويلقي بكلمات كبيرة جزافا في مدحي الدولة وقيادتها ثم بعد ذلك يحرض على قتلهم وذبحهم والتخلص منهم قال لك لا 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 هذا اسمه أن تدور مع الحق حيث دار والله أجبتني أغنعتني شوف هكذا يغتلون وعي الشباب الصغار وعي المراهقين قال لك هذا عالم رباني يدور مع الحق حيث دار يأتون مع الحق يدور لحظة 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 إياكم أن تتغولوا بقية المنطق وعلى فكرة مثل التيارات الحزبية ليس بس الإسلامية الحزبية المؤدلجة عموما لا يسعدها ازدهار الحس النقدي عند القواعد الجماهرية يسعدها دائما ماذا؟ ضمور وتراجع حس النقد الحزبيات والأيدولوجيات معروف الأيدولوجيا عموما تعاكس المعرفة لذلك لا تكتب على نفسك أنك من البسطاء السذج الذين توقعوا أن يصيبوا الحقائق من خلال ماذا؟ الأيدولوجيات أنت تكون ساذجا جدا ومغفلا الحقائق لها طريق آخر طريق المعرفة أو العلم الأيدولوجيا لها طريق الغلب والكسب بكل الوسائل وأكثر وها خسيس فكارثة كبيرة داهية ما لها من وهي إذا تورط العالم الديني وأصبح يفرغ عن منطف السياسي مع ديباجة دينية مصيبة كبيرة عليه وعلى الدين وعلى من يصدقه والله العظيم إشي رهيب جدا مصيبة كذلك لقد finكي